طب لما وصلت لمرحلة أنك قائد أوركسترا حسيت أنك وصلت لما تريده بالفعل لأنك مستمر فيه هو طبعاً القيادة الأوركسترا هي يعني ما فيش بعد كده يعني قائد الأوركسترا لما نوصله إيه اللي ممكن أن الواحد يقدر يعمله في الموسيقى أكتر أنه هو يوصل أنه يبقى قائد الأوركسترا قيادة الأوركسترا حاجة صعبة جداً فيه ناس بتشاور وفيه ناس بتقود ده اللي تعلمته فرق الفرق بقى واحد بيشاور قائد بيشاور وقائد بيقود بزرط هنا اللي دايماً الناس ما بتحسش بال يعني عش كده يقولك مايسرو ده له لازمة وبيعمل إيه بيعمل إيه لأن في الموسيقى العربية أنت مش محتاجة مايسرو مش محتاجة قائد لأن العازف الإيقاع هو قائد يعني مع أمه كلسوم عبدالوحيب عبدالحاريم ما فيش مايسروات دلوقتي بنشوفهم الموسيقى المتوزعة عايزة آلات نحاسية خشبية وترية إيقاعية بتوزيعات مختلفة وكل آلة بتعزف حاجة في نفس الوقت هنا عايزين قائد في قادة بجد يعني درس قيادة دي دراسة كبيرة جدا لازم أكون عديت على العصف الغناء التأليف الموسيقي التاريخ كل عصر إيه هو العصر الكلاسيكي الرومانتيكي العصر الحديث الباراك الرنسانس اللي هو عصر النهضة دي دراسة كل واحدة عايزة فيها سنين طويلة جدا عشان قادر أفهم المؤلف أياميها كان بيقلف إزاي وإيه الجملة المسيقية بتعزف بطريقة إيه عشان لما أقف قدام أوركسترا في أوروبا أو في مصر قادر أقول العازفين اللي هم ممتازين وعازفين كبار جدا وده كترة في الأكاديميات بيدرسوا لأن ما بطلع مثلا فرنسا إيطاليا أمريكا العازفين اللي قدامي دولا أساتذة كبيرة جدا في القانسرفاتور عشان يقبلوا هذا القائد اللي هو هيوجههم لازم يكون على مستوى جميلة مستوى ثقافي فاهم هو المقطوعة دي عايزة فيقدروا يقبلوا منه أنه هو يوجههم ويبقى فيه تفاعل صح غير بقى في أوروبا ما فيش غير كده طبعا لكن هنا في مصر فكرة الماسترو أو القائد مش موجودة هنا في ناس بتشاوي يعني ممكن أقولك بتشاوي ياخدوا أي عازف مثلا بيفتكر أنه مثلا أسهل أنه يقف يعد للأوركستر فدي مش قيادة فالعازفين بيبقوا شايفين وعارفين أنه ده ما هوش قائد بس مثلا عندهم حفلة معاه فبيلعبوا كده فده بنسميه بيشاور مش بيقود لأنه ما يقدرش يقود أبرة ما يقدرش يقود فدي بتبقى يعني استسهال هو كون فرقة وبيشاور لهم علشان يعمل حفلة وكده ففيه فرق جامد جدا بين القائد الحقيقي والشخص اللي بيشاوي طب فيه جملة ماذا يفعل قائد الأوركستر ماذا يفعل قائد الأوركستر كل حاجة للأعمال الكلاسيكية طبعا المتوزعة هو اللي بيبقى دارس العمل لو مسكتها مثلا أوبرا زي الحاجات اللي زي أوبرا عايدة اللي هي مشهورة للمصريين أو يعني معروف اسمها الأوبرا مكونة من إيه من غناء كلمة بلي عازفين وقصة دراما فلازم المؤلف الموسيقي اللي هو عمل أوبرا عايدة ده اسمه فاردي مؤلف طالياني له تاريخ كبير جدا في يعني قعد سنين طويلة حاجة وتمانين سنة كان عايش فلو أوبراات في البداية بتاعته اختلفت عن الأوبراات اللي في الآخر فبندرس تاريخ هذا المؤلف والأداء بتاع بتاعه ده شق مهم جدا لقائد الروكسترا يفهم المؤلف ده كتب النوت دي ليه الدراما بتاعت الأوبرا قصتها ما يقدرش ما يقدرش مثلا حتة درامية أو قوية جدا في العمل فييجي الماسترو فييجي الماسترو يعمل الفيزيكلي أو يعني الجثمان الماسترو وتفاعله مع المقطوعة مهم جدا أنه نيوصل للعزفين يعني في جزء تمسيلي طبعا في جزء درامي لازم يطلع من القائد عشان يوصل الدراما الحقيقية المكتوبة بالألم لسود على ورق أبيض ما هو زي كتابة الموسيقى دي كتابة في ورقة عشان يطلحها يخليها إحساس وموسيقى وليها المعنى الحقيقي مثلا للحتة الصفت جدا أو يعني النعمة النعمة جدا في الأوبرا اللي فيها مثلا تويت حب بين المغني والمغنية في الدراما أو حتة قوية جدا أو التفاعل بتاع الكرال لما بيخش يقول مصر هي أعظم بلد في الدنيا في جزء كده في الأوبرا بتقول إحنا المنتصرين وإزاي يوصل إحساس ده للكرال الكلمة لازم يفهم معناها إيه إيه لون الكلمة اللي يطلع من الصوت يعني ذري يعني حاجة معقدة عشان كده بيقى فيه فرق بين نسمع العمل ده من قائد أو سمعنا وملت جدا وما حستش بأي حاجة